الأخبار السعيدة التي وصلت سعيد بالرحمة كانت مفرحة لنا جميعاً فالصفقة التي سقطت سابقاً بسبب خطأ إداري من نادي ويستهام الإنجليزي عوضت الآن وكشف المدير العام لنادي لوال لورانت بريدون بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على طلب حصول النادي على شهادة الانتقال الدولية هذا المسؤول الذي غرد على منصة X في حساب أولمبي ليون كتب بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسل نظيره الإنجليزي من أجل الموافقة على صفقة انضمام لاعب الخاضر إلى النادي الفرنسي أما المعني سعيد بالرحمة فقد أبدى تحمساً شديداً لبداية مغامرة الكروية مع نادي أولمبي ليون الفرنسي ورأينا ذلك وتلك السعادة بادية على ملامحه في الفيديو الذي نشره النادي عبر كل المنصات وكانت صورته رفقة أمه هي التي دخلت التريند وتلقى تعليقات إيجابية من الجزائريين والفرنسيين أيضاً يعني على حد سواء ولأن الترقب كان شديداً فرأينا اهتماماً كبيراً بالموضوع على السوشيل ميديا ولذلك نقرأ من التعليقات نبدأ بمحمد كتب معليش بالرحمة اختار لعب في البطولة الفرنسية لكنه أخطأ بانضمامه إلى فريق ليون كان عليه أن يختار فريقاً آخراً غير هذا الفريق أما مؤمن فكتب تمنيت ما تكملش الصفقة لأن فرنسا فيها عنصر يبزاف ليوندي يعاني هذا الموسم بينما رح يتألق أما عياش كتب لم نعتد هذا الاهتمام الكبير بصفقات انتقال اللاعبين الجزائريين وهذا يدل على أن برحمة لاعب محترف وله مكان كبير في عالم كرة القدم